بعد أن نجحنا بفضل الله وإرادة الشعب في اجتياز تحديات توهم المتربسون بل وتمنوا أن تكسرنا وتقضي علينا وبئس ما تمنوا يوم الثلاثين من يونيو المجيدة الفين وتلات عشر الذي سيبقى خالدا في وجدانينا جيلا بعد جيل إن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالب لحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم اختاروا فيها الدولة المدنية الحديثة لهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم وجهنا موجات عاتية من الإرهاب الأسوي تحالفا منعونا بين قوة شر ودمة أراضت وما زالت تريد النيل من وطنها تلك الموجات التي تحطمت على سخور إرادة المصريين الصلبة وكما فشل الأشرار من قبل سيفشلون مجددا بإذن الله وأقول لكم بكل الصدر أنه لو لا البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بنجاح ودقة منذ عام 2016 شهل بذلك القاسي والداني ولولما تحقق في السنوات الماضية من جهود تنموية تسابق الزمن لكانت مواجهة تداعيات الأوضاع الدولية الحالية أمرا في غاية الصموة في ثورة الثلاثين من يونيو كان صوت مصر هادرا ومسموعا يقول أنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد أن بمقدوره قداع شعبها العريق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر